عمل متحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن بلاده لم تكن سببا مباشرا في تجفيف نهر دجل المار بمحافظات جنوب العراق مدعي أن جفافه يعود إلى القرارات السياسية لحكومة النظام العراقي السابق وإدارتها وسيطارتها الواسع على الأنهار ودعي إلى إدارة مشتركة لأزمة الجفاف التي تعصف بالمنطقة تجفيف الأنهار الجنوبية للعراق ليس وليد اليوم والأمس بل يعود إلى القرارات السياسية لحكومة النظام السابق وإدارة السيطرة الواسعة التي تم القيام بها فوق نهر الدجلة داخل العراق مما أدى إلى جفاف العديد من الأماكن وأثر أيضا على دول المنطقة يجب على جميع الدول المجاورة بغض النظر عن آرائها السياسية إدارة المياه في المنطقة بشكل مشترك كما قلت من قبل يجب أن تكون هناك محدثات جادة بين دول المنطقة ويجب أن تكون لدينا إدارة مشتركة للمياه الحدودية في هذه المناطق فهذا تراثنا جميعا في هذه المنطقة والحدود الجغرافية وحدها لا يمكن أن تحدد إدارتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر